مدينة سطات صفيح يأتي بعد جهد جهي يتعين نشكر عليه كل من تدخل في ذلك على رأسهم سيد عامل الإقليم الذي رفقنا في ذلك وفي هذه الخطوات الأخيرة كان له دور أساسي بالطبع للمنتخبين بمختلف درجاتهم الذين وكبوا ذلك معنا وكل مؤسسة الأخرى المتدخلة سواء تمثيلية المحلية للوزارة أو العمران علما بأننا سنواصل من أجل تأهيل الفضاءات الجديدة التي ستحتضن هذه الأسر حتى تتوفر على كل المرافق الضرورية وعلى الإطار الذي يمكنه من حياة لائقة وسليمة وجرى بالمناسبة التوقيع على محضر التصريح بإعلان سطات مدينة بدون صفيح وعلى اتفاقية لتنمية وتأهيل مواقع الاستقبال وذلك بميزانية إجمالية تنائز 12 مليون درهم تساهم فيها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والسيطات المدينة بـ 6 ملايين درهم من أجل النهوض بالسكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير لائق ترجمة نانسي قنقر